واحد تسعة ويسعدنا مستمعين الكرام أن ينضم إلينا الآن مستمعين فضيلة الشيخ الدكتور سمير مطر من هيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الأستوديو حياك الله شيخ سمير وصبح كلب النور أهلا وسهلا بكم أستاذ المستمعين بارك الله فيكم حياكم الله شيخ يعني بسم الله نبدأ ويعني نسأل بداية الفرق عندما نقول أن فلان من البشر خبير وأن نقول الله سبحانه وتعالى خبير يعني الفرق بين خبرة الإنسان وخبرة الله جل في علا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فالقاعدة التي لا بد أن نفهمها حينما نتكلم عن صفة يشترك فيها الحق سبحانه وتعالى مع بعض خلقه أو أنعم الله تبارك وتعالى بها على خلقه وفيها سمة اتصال في المعنى مثل الخبرة لأن الخبرة من الإمكان أن تطلق على البشر ومن الإمكان أن تطلق على الله تبارك وتعالى بل هو سمى نفسه بها حينما نريد أن نقارن بين هذا وهذا فالمقارنة ممنوعة لأننا قلنا سابقا أن العبد عبد والرب رب لماذا؟ قال لأن كل شيء إن يحصل عليه العبد إنما يحصل عليه من الله خالقه سبحانه وتعالى ولكننا نريد أن نفرق حتى لا يفتتن بعض الناس ببعض الناس فينسى الرب تبارك وتعالى لأنك إذا نظرت إلى المخلوق ونسيت الخالق أو نظرت إلى الخبير البشري ونسيت الخبير سبحانه وتعالى ضل الإنسان في حياته ولم يسعد بعد مماته وعلى ذلك لا بد أن نفرق بين خبرة الإنسان وبين خبرة الله تبارك وتعالى حيث نجد أن الله تبارك وتعالى قال في الخبير كما تفضلتم أظنكم عرفتم الخبير أو الخبرة بمعناها نعم ونقول أيضا إن الخبرة قبل أن نتكلم في هذا نقول إن الخبرة دقة دقة العلم يعني كما نقول علم وزيادة هذه واحدة الثانية أن الخبير من الإمكان أن يكون من الإخبار أخبره بشيء نعم الأمر الثالث أن الخبير حل الأمور وانكشافها ومعرفة الداء والدواء إذن حينما نتكلم عن الخبير نتكلم عن هذه المعاني وهذه بعض معاني كلمة الخبير أولا دقة العلم يعني العلم وزيادة كيف نريد أولا قبل أن نفرق بين خبرة الإنسان وخبرة الله تبارك وتعالى نعم فإننا نريد أن نفرق أولا بين العلم وبين الخبرة فالعلم العلم كما عرفه العلماء قال إدراك صورة الشيء في الذهن أو معرفة الشيء على حقيقته يعني مثلا حينما أقول لك هذا كتاب أو هذا يعني قلم فإنك تتخيل سورة القلم في رأسك حينما تتخيل سورة القلم في رأسك فإنك قد أصبح عندك علم بوجود القلم لو لم تتخيل سورة القلم في رأسك فإنه لا يحدث عندك علم بوجود القلم لكن هل العلم هذا يكشف ما وراء القلم بمعنى أنه يكشف المواد الخام الذي صنع منها القلم يكشف كيف ركب القلم كيف يكشف كذا كيف يكشف كذا قال هذه الأشياء الظاهرة تسمى علما أما الأشياء الباطنة فلا تسمى علما إنما تسمى قبرة وعلى ذلك نقول هناك قلم فاسد لا يكتب وهناك قلم صالح يكتب ولكن الاثنان يشبه بعضهما بعضا فما الفرق بين الذي يكتب والذي لا يكتب هذا يعرفها الخبير يعني حينما تنظر فقط حتى لا تجرب تقول هذا كذا وهذا كذا فينظر الخبير إلى القلم الفاسد فيقول هذا هو القلم قال لكثرة مراسه في هذه الأشياء حينما يرى فساد قلم يقول هذا ليه عنده معطيات في دماغه أن هذا القلم فاسد أو هذا القلم صالح جميل إذن هذا الفرق بين العلم والخبر ولذلك نفرق بين هذا بقصة يعرفها الناس ولكننا نحب أن نقول إننا من الإمكان أن نذكر قصة واحدة ولكن نأخذ منها استدلالات كثيرة يعني تدخل في كثير من أبواب العلم فالناس يعلمون قصة موسى مع فرعون مع الخضر عليه السلام حينما يعرفون ذلك يعرفون أن موسى عليه السلام كان عالما ولذلك نرى أن موسى عليه السلام يتكلم مع الحق تبارك وتعالى ويقول يعني كما ذكر الحافظ ابن كثير أن ابن جرير الطبري كما حدث ابن حميد كما يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال سأل موسى رب العزة تبارك وتعالى فقال ربي أي عبادك أحب إليك قال الذي يذكرني ولا ينسني قال موسى فأي عبادك أقضى أقضى يعني قال الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى ثم قال موسى أي ربي أي عبادك أعلم قال الذي يستخدم علم الناس أو يجعل علم الناس إلى علمه عسى أن يصيب كلمة تهديه أو تهديه إلى هدى أو ترده عن ردة فيقول سيدنا موسى عليه السلام أي ربي هل في أرضك أحدا أعلم مني فيقول الحق تبارك وتعالى نعم ليه قال فمن هو قال الخضر قال فأين أطلبه قال على الساحل عند الصخرة التي ينفلت عندها الحوت حينما يأتي موسى عليه السلام كما تذكر الآيات في سورة الكهف ويأتي انظر إلى قول الحق تبارك وتعالى حينما قال وعلمنا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم علمناه من لدنا علم على ذلك موسى معه علم ظاهر ظاهر وهو علم الشريعة أما الخضر فقد علمه الله علما غير الذي علمه لموسى ولذلك لما عرض موسى نفسه على الخضر قال له الخضر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرى وليس علمه قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرى الله يعني من الإمكان أن العالم لا يستطيع أن يكون خبيرا لأن العالم يعرف سورة الشيء في الذهر ولكن لا يقرأ ما وراء السطور الذي يقرأ ما وراء السطور هو الخبير ولذلك قال الله الرحمن فاسأل به ليس عالما ليه؟ قال لأنه ليس كل عالم يعرف العلاقة التي بين الإنسان وبين ربه ولا يعرف أيضا كلها الأسماء الحسنة التي يؤذى دعي بها أجاب أو طلب بها أعطى ولذلك قال سيدنا الخضر لسيدنا موسى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرى هذه الخبرى التي عند الخضر من أين قال ليس من عند نفسه وإنما هي من عند الله تبارك وتعالى لما قال وآتيناه من لدنا علم ولذلك علم الله الذي آتاه الخضر فاق علم موسى كما حدث موسى ربه أي الناس أعلم هل هو يوجد أعلم مني؟ قال الخضر وعلى ذلك حينما تسأل أي خبرة إيه يا خضر؟ فين الخبرة تحتك دي؟ قال الخبرة التي اعترض عليها موسى قال نكرة إمرة وبعدين قال هل أتت عليه أجرة؟ إذا علم موسى هو تصور الظاهر أما علم الخضر فقد تصور الباطن بل أعطاه الله تبارك وتعالى بعض الغيبيات التي يحكم بها على الأشياء ولكن ليس من عند نفسه وإنما من عند الله حينما قال وآتيناه من لدنا علمه ولذلك الخبرة علم وزيادة على ذلك لابد أن نفهم على ذلك لابد أن نفهم الفرق بين العلم وبين الخبرة البشر عندهم خبرة والجن عندهم خبرة والملائك عندهم خبرة وبعض الكائنات أو بكل الكائنات في حياتهم عندهم خبرة فهل خبرة الله تبارك وتعالى تقارن بخبرة خلقه أم لا؟ أيهم أعلى في الفهم حينما نتكلم عن خبرة البشر أم نتكلم عن خبرة الجن أم نتكلم عن خبرة الملائك وإذا أردت أن تعرف أي خبير أفضل من هؤلاء الثلاثة فلابد أن تعرض قدرات هؤلاء الثلاثة وتقارن بينها معنا رحيم خبرة البشر وخبرة الجن وخبرة الملائك حينما نريد أن نقارن بين هذه الثلاثة لا بد أن نضع قدرة كل واحد من هؤلاء حتى نرى ونثبت جميع العوامل التي فيها الاشتراع حينما ننظر إلى حينما ننظر إلى خبرة البشر حينما ننظر إلى خبرة البشر نرى أن خبرة البشر بما تحيط يعني البشر لا يكون خبيرا إلا إذا مارس هذا الشيء ومن الإمكان كما قلت أو تفضلت في أول الحلقة على أن الإنسان من الإمكان أن يضع نظرية فيعمل بها ثم تظهر في خلال أيام أخطأ في هذه النظرية أو أن النظرية هذه بكليتها قطأ فيراجع إيه؟ ويراجع نفسه وهذا نقص في الإيه؟ في الإنسان طبعا فرق حتى لو إذا أجبنا الفرق بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى نعم لكن حينما ينظر الإنسان ينظر الإنسان ويكون خبيرا بما أعطي من معطيات العلم والتجربة لأن هي الخبرة إيه؟ قال الخبرة علم يعني يتعلم الإنسان علم ثم ينزل به إلى إيه؟ إلى الواقع نعم ويريد أن يطبقه في الواقع من الإمكان أن يستطيع أن يطبقه في الواقع لغسرة زكائه ومن الإمكان أن يطبقه 80% أو يفشل أو 50% أو يفشل ولذلك لا بد إذا طبقه تطبيقا صحيحا أصبح هناك عقبات في ليل أن العمل الميداني يختلف عن العمل النظري العلم النظري ثم العمل الميداني هذا يكون خبرة الاتنين يكون خبرة يعني علم علم نظري فقط لا يكون الخبرة وإنما علم نظري وعمل ميداني وتطبيق العلم على العمل هذا هذه هي كتلة الخبرة الموجودة ولها أركان سنتكلم عنها طيب ولذلك حينما نرى الإنسان هذا لما يأتي بشيء مثلا القانون من القوانين يأتي في سنة الخمسينات 1950 من الإمكان في قانون المرور أو في تنظيم الشوارع مثلا أو في عمل المساجد أو في أي شيء أدوية مثلا في أي حاجة حينما نرى الآن أن كان عدد الناس مثلا قليل وأصبح الآن في 2009 عدد الناس كثير الشوارع التي كان يمشي فيها الناس أصبحت ضيقة لأن ما تصلح فلابد من تخطيط جديد ونوعية جديدة فيه إذن الإنسان يتدارك أو يجعل قوانينه على حسب بيئته وحاجته فإذا تغيرت البيئة احتاج إلى قوادين جديدة وكما قال الحاجة أم الإختراع والاختراع ليس إذن علم الإنسان حادث بما يستجد عليه من أحداث ولذلك لا نرى أن سيدنا موسى عليه السلام يفهم مفاهمه الخضر ليه قال لأن علم الخضر ليس من عقل الخضر وليس من سعي الخضر وليس من خبرة الخضر وليس من تقدير الخضر وإنما علم الخضر من لدن الله ويبقى أصبح أصبح الفرق لأن لو لم يكن هناك علم من الله للخضر كان ينظر إلى الأشياء كما ينظر إلى موسى إذن لابد أن نفهم أن الإنسان عنده خبرة وبينا بين الخبرة وبين العلم في قصة سيدنا حتى أن ذي القرنين حينما أعطاه الله تبارك وتعالى أن يذهب إلى مغرب الشمس ثم إلى مطلع الشمس ثم إلى بين السدين قال وَكَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرَةِ فَأَتْبَعَ سَبْرَةِ لا، فخبرة الخبرة تمكن في الميدان بعد العلم النظري ولذلك نرى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة رضوان الله عليهم حتى تبين بين خبرة البشر وخبرة ربنا تبارك وتعالى هناك أمور سنوضحها أيضا ولكن نضرب المسأل حتى تبين خبرة الإنسان والملائك والجن حينما في صلح الحديبية حينما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في صلح الحديبية أبرم صلحا فإن كثير من الصحابة كان يتبرموا من هذا الصلح ليه؟ قال لأنه لا يعرف مآلات الأشياء ليه؟ قال لأن مآلات الأشياء لا تنتمي إلى قبيلة العلم فقط وإنما تنتمي إلى قبيلة الخبرة والخبرة أيه؟ الخبرة يعطيها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولذلك عمر ينكر بعلمه وينكر لأنه يعلم أنه قوي ينكر أنه يعلم أنه شجاع ينكر أنه يعلم أننا من الإمكان أن نجاهد في سبيل الله في نموت ينكر لأنه مع الصحابة وهم معه في الله فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أولسنا على الحق؟ أوليسوا على الباطل؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا وحيه من الله خلصة القصة ويذهب سيدنا عمر إلى سيدنا أبو بكر فسيدنا أبو بكر يقول له إيه؟ إلزم غرزك يا عمر فإنه رسول الله صلى الله عليه ليه؟ قال لأن إلزم غرزك ليه؟ فإنه رسول الله أن يعلم وعنده خبرة بالأشياء من الوحي أكثر من علمك النظري اللي أنت فيه إذن هناك خبرة وعلم يختلفان حتى في البشر حتى فين؟ في البشر هناك خبرة يعطيها الله سبحانه وتعالى بشرة لعباده لعباده ولذلك خبرة في البشر فرقنا بين علم موسى وعلم الخضر علم موسى وعلم الخضر خبرة يعني علم وزيادة بأنه قد علم الجن أيضا يعلمون بقدرتهم لأن الله تبارك وتعالى قد أعطاهم قدرة يعني يعتبر فوق قدرة الإنسان في الحصول على الأشياء إلا أن الشيء الغريب كما سنعرف الآن أن الله تبارك وتعالى إذا لم يعطيهم أيضا شيئا مما أعطاه الإنسان لا يصل علمهم إلى خبرة إزاي؟ كان يعملوا لسيدنا سليمان يعملون له من محاربة وتماثيلة وجفان كالجواب قدور الرأسيات إعملوا الله هذا وبعدين سيدنا سليمان ينظر إليهم ولا يستطيع أحد من أولئك أن ينفلت أو يزوغ الجن اللي يزوغ سيدنا سليمان يجوي ويعاقبه أو الجن اللي هو يعني ما بيشتغلش كده زي بعض الناس أحيانا ما بيشتغلوش في الله فسيدنا سليمان يعاقبه ولا يستطيع الجن أن يتكلم بشيئ لأن الله أعطاه هذه القدرة لماذا؟ قال لأن الله أعطى سليمان القدرة على الجن المشكل أو الشاهد مش فيه ده الشاهد حينما كانوا يعملون أمام سليمان وسليمان متكئ على عصاه وهو يرى الجن وهم يشتغلوا والعيال الجنية دول هم يشتغلوا ويشوفوا سيدنا سليمان متكئ على العصاه عاوزين يريحوا ويعود شوية يزوغوا خايفين ليه؟ لأن سيدنا سليمان متكئ على العصاه وهو شايفهم ولما شايفهم الجن يقول للتاني عاوزين يريحوا يقولوا أنت مش شايف قاعد إزاي؟ اشتغل يعنى اشتغل 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 وسيدنا سليمان قاعد لا يتحرك قال لو كانوا شوفوا يقولك ايه هنا بقى فلما قضينا عليه الموت هو على حالته دي ماذا لهم على موته إلا دابة الأرض تأكلوا من سأته قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين شوف كيف؟ نعم طيب العجيب أن سيدنا الصاحي أحيانا يحرك عصاه لما يحرك عصاه الصاحي كده يحرك العصى كده ويحرك العصى كده فما تستطيع الدابة أن تستقر في أكل العصى ولذلك ربنا تبارك وتعالى شوف حمل شيئين جن لهم قدرة خارقة كما ظن العباد ودابة ليس لها من الأمر شيء الدابة التي ليس لها من الأمر شيئا أكلت عصى سليمان وهو جالس ليه؟ قال لأنه لا يحرك العصى فأصبحت العصى سابتة فتمكنت وتمركزت الدابة من عصى سليمان فأكلت فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكلوا من سأته ولذلك العلم عند الجن الرؤية الرؤية الظاهرة اللي هو إدراك سورة الشئ في الزين ولكن هل عندهم من ينبئهم مثل ما نبأ الله الخضر عن الولد والملك والكنز لا ما كانش فيه كده الله يبقى لم يصلوا إلى هذه الخبرة ولذلك لما مات سليمان قالوا فوري جات وخلصت القصة وعلى ذلك لابد أن نفهم شيئا وهو هل قدرة الجن أكبر ولا قدرة البشر أكبر حتى نعرف الخبرة حتى خبرة الجن أكثر ولا خبرة البشر أكثر قال خبرة البشر أعظم من خبرة الجن وقدرة البشر أعظم من قدرة الجن يستغرب المستمعون من ذلك لما تبتع له وغربنا قال هذا قال إيه قال الذي عنده علم قال سليمان من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك إيه قبل أن يرتد إليك طرفك إذن الذي عنده علم من الكتاب من الإمكان أن يكون له قدرة أكثر من الجن وعلى ذلك أقول للسادة المستمعين لا تخافوا من الجن لأن الإنسان يقدر على الجن حتى ولو كان لأن الله قد أعطانا حصانة من الإمكان أن نستخدمها ضد هؤلاء إذن هناك للجن أيضا خبرة ولكن الخبرة محدودة قال عفريت أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك يعني إيه يعني قدرة وخبرة على أن يحمل هذا العرش ويأتيه بإيه لكن هناك خبرة نسمية أعلى منه أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك حتى عقلنا هنا الآن لم يتخيل إزاي واحد هيجيب هذه الخبرة أيضا محدودة بما تعلم يعني بالقدرة ولذلك أيضا خبرة الملائكة لما قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك شوف الله ليه حكموا بأن هذا الذي سيأتي سيفسد في الأرض ولكن الله تبارك وتعالى قال لآدب لما علمه أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلموا ها ما تبدون وما كنتم تكتمون ما تبدون وما كنتم تكتمون مجموع الخبرة الله معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى خبرته أكبر من خبرة البشر لأنه هو الذي أعطاهم وخبرته أكبر من خبرة الجن لأننا عرفنا الدباء وعرفنا العفريتكم وخبرته أكبر من خبرة إيه؟ الملائك طيب أيهم أكبر خبرة؟ قال الذي تحمل الأمان من الثقلين عندهم خبرة ليه؟ قال لأن الملائكة يفعلون ما يؤمرون من همش دعوة ولذلك حدثت مناظرة بين الملائكة وبين سيدنا آدم ولكن سيدنا آدم قال أنبئهم فأنبأهم طيب أنبئوني ما استطاع قالوا لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم أين ذلك من خبرة الله تبارك وتعالى؟ قال كل خبرة في البشر والجن والملائكة نابعة من مين؟ من خبرة الله قال حتى تنتظم حياة الكل لا يجوز لأحد أن تكون له خبرة منفصلة بل إن الخبرة الموجودة عند البشر وعند الجن وعند الملائكة موردها مين؟ موردها الله ولولا ذلك ما أعطاه ما كان للبشر خبرة ألام ولذلك هنا يقول القائل يقول القائل كلام حلو جميل بأولئي يا أيها الإنسان مهلا واتئذ واشكر لربك فضل ما أولاك واسد لمولاك القدير فإنما مستحدثات العلم من مولاك اللهم زكى دون سائر خلقه وبنعمة العقل البصير حباك أفإن هداك بعلمه لعجيبة تزور عنه وينثني عطفاك يعني تتكبر عليه لما يديك حاجة كده صغيرة هذه الخبرة ليست لك وإنما هي من عندي من؟ إن النواة والإلكترونات التي تجري يراها الله حين يراك ما كنت تقوى أن تفتت ذرة منهن لولا الله الذي سواك كل العجائب صنعة العقل الذي هو صنعة الله الذي سواك والعقل ليس بمدرك شيئا إذا ما الله لم يكتب له الإدراك لله في الآفاق آية لعل أقلها هو ما إليه هداك إذن لا بد أن نفهم أن العقل إنما هو مدد من الله تبارك وتعالي والخبرة مدد من الله تبارك وتعالي ولذلك كثير معظم ما اكتشفه الإنسان لم يكتشفه بعلمه وإنما اكتشف له لأن الله تبارك وتعالي يريد لهذا الشيء أن يظهر حينما هذه المقدمة كلها لنقارن بقى تعالى بين علم البشر اللي إحنا منهم ولو كنا من الجن لقارننا بين خبرة البشر خبرة الجن وخبرة الله ألا إننا من البشر فلنقارن بين خبرة البشر وخبرة مين وخبرة الله أولا البشر علمه وخبرته حادثة بمعنى إيه؟ بمعنى لو أن البشر وجد في بيئة ليس فيها أي شيء يبقى أكبر واحد في البشر ليس عقله مثل عقل مين؟ عقل الطفل الصغير ليه؟ ما فيش معطيات يتفاعل معها وما فيش علم طيب ربنا تبارك وتعالى علمه إيه؟ قال علمه قديم أزلي يعني إيه؟ يعني خبرة الله عز وجل خبرة أزلية حتى ولو لم يوجد المخبر عنه أو المخبر به ولذلك أركان الخبرة إبقى أركان الخبرة خبير مش كده ولا إيه؟ نعم ومخبر عنه أو مخبر به مش كده ولا إيه؟ نعم ومخبرين مش صح؟ وفيه حاجة بقى رابعة يقول لك إيه؟ نتيجة الإخبار طب نتيجة الإخبار دي إيه؟ نتيجة الإخبار إما أن يكون خلي بالك يعني يعني نتيجة الإخبار إما أن يحدث بعدها اتباع وإما أن يحدث لها معصية مش كده ولا إيه؟ وبعدين إذا كان حدث اتباع فهناك جزاء لهذا الاتباع وهو الإيه؟ الجنة نعم طيب ونتيجة المعصية إيه؟ قال عقوبة وهي الإيه؟ النار وهي النار وعلى ذلك لا بد أن نفرق أخي شي خلال نعم فلا بد أن نقول إيه؟ نقول إيه؟ نعم سمعنا وأطعنا نعم ليه؟ قال لأن عقلك لا تقارنه وخبرتك لا تقارنها بخبرة الله عز وجل ولذلك إحنا قلنا سابقا إيه؟ قلنا أن الصحابة رضوان الله عليه لما قال الله استبركة الله ما في السماوات وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله مش كده ولا ليه؟ الله شق على الصحابة ذلك لأن في النفس من الإمكان أن تتحدث بأشياء لا يجوز للإنسان أن يتحدث بها في كل مناح الحياة فكيف يحاسبنا الله على الخواطير؟ ولذلك صعب على الله فقالوا للنبي وفزعوا قالوا كيف يحاسبنا الله على خواطر الأنفس ده هم الذي قالوا للنبي يا رسول تحدثنا أنفسنا بأشياء عن الله لا يستطيع الإنسان أن ينطق بها فيقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بهم وحيا من الله لا شك يقول يأتيكم الشيطان ويقول من خلق أزد تقول الله القصة المعروفة نعم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه القرآن قال أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا كما قالت بني إسرائيل وإنما قولوا سمعنا وأطعنا وإن لم تعقلوا هذا الأمر ليه؟ قال لأن الذي أنزل هذا هو الخبير بخبايا النفوس فلابد أن تقولوا سمعنا وأطعنا يحاسبنا يحاسبنا ليه؟ لأننا خلقه وعباده فلما قالوا سمعنا وأطعنا ربنا في آخر سورة البقرة قالوا غفرانك ربنا وإليك المصير أنزل الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا إلى آخر هذه الآيات إذن حينما ينزل الله تبارك وتعالى شيئا للبشر لا بد أن تقول البشر جميعا سمعنا وأطعنا حتى ليه؟ قال لأن خبرة الله يعلم ببواطن الأشياء ولا نعلم نحن ببواطن الأشياء وعلى ذلك كما قلنا صلح الحديبية الذي كان لا يريده عمر ولا يريده كثير من الصحابة بل أن عمر أراد أن يعني يشعلها فتنة يعني أكاد أن يقول الرجل يأتي ويقول له يعني أبوك ويأخذ السيف كده ويشيره له كأنه يريد أن الرجل الذي جاء إلى المسلمين فأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا كان سبب الفتح الأكبر في السنة المقبلة ودخل المسلمون المكة فاتحين بهذا الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يعقل عقلك خبرة الله تبارك وتعالى فيما أنزل من تشريع فلابد أن تتهم نفسك أنت ولابد أن تقول كما قالت الصحابة سمعنا وأطعنا حينما تعرف معادلة الخبرة حينما تعرف معادلة الخبرة حينما تعرف معادلة الخبرة لا بد أن تفهم أن خبرة الله تبارك وتعالى وإن لم يوجد مخبر عنه أو مخبر به فهو خبرة أزلية خبرة أزلية ليس خبرة حادثة يعني ليست خبرة حادثة وعلى ذلك إذا انقطع في شيء تاني إذا انقطع المدد عن الإنسان في علم أو في غيره لا يستطيع الإنسان أن يكون خبيرا بهذا الشيء بمعنى إيه؟ بمعنى نحن الآن نريد أن نعمل مثلا قانون للمرور قانون للمرور وأنت رجل درست المرور معاك حتى ماجستير ودكتوراه وأصبحت بروفيسير في المرور هل أنت هل أنت مش للذي معاه يعني بس تخرج من كلية الشرطة أو تخلق منهم؟ لا لا ليه؟ لأن العلم إيه؟ نسبي نعم مش كده ولا إيه؟ نسبي وانت لما تخرجت اشتغلت واشتغلت خبرة فمعالجة الأشياء كلما تكبر كان عقلك أكبر وكانت خبرتك إيه؟ أكبر الله تبارك وتعالى لا درجات الخبرة عنده لا تزيد ولا تنقص أما درجات الخبرة عند الإنسان تزيد وتنقص حتى إذا بلغ أشده وبلغ الخبرة الكبيرة من الإمكان أن يرد إلى أرذال العمر فإذا رد إلى أرذال العمر بعد أن كان عالما بعد أن كان خبيرا وهو البروفيسير في العالم كله فإذا رد إلى أرذال العمر من الإمكان أن لا يعلم من بعد علم شيئا يبقى هو لا شيء ثم يصبح شيء ثم يصبح خبيرا في هذا الشيء ثم يصبح لا شيء إذن التغييرات هذه أغيار والأغيار لا تكون إلا على المستحدثات والبشر مستحدث ولكن خبرة الله لا يعتريها هذه الأغيار ولذلك سبحان من لا تعتريه الأغيار الشيخ سمير أكيد الحديث مستمر مستمعين الكرام في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الخبير جل وعلا ويمكنكم أكيد التواصل معنا عن طريق الهاتف 601-221 وأيضا عن طريق رسالة نصية القصيرة على 2119 ومعنا هذا الاتصال من أخوي محمد محمد السلام عليكم حياك الله يا أخوي محمد أياكم الله أولا مبرك الله فيكم وجعلكم مزان حسنتكم إن شاء الله اللهم أمين وياك إن شاء الله سؤالي لفضلة الشيخ ربنا يبارك فيه إن شاء الله أمين وياك عندما يحتر القاضي في أمر أو تحتر المحكمة في أمر بتقول إحنا بننتدب خبير عشان يقدر يحكم لنا على هذا الأمر محتاج بس توضيح من فضلة الشيخ عندما يقول الله سبحانه وتعالى الله هو الخبير علاقة الخبير بإصدار الأوامر للبشر وإصدار الأحكام وقوة تنفيذها والتي تأتي من خبرة الصانع المصور المبدع يعني دي بس يعني بنسمع نحط خير 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 إن شاء الله أخوي محمد إن شاء الله رح يجيبك الشيخ ما أدري في تصال أيضا أخوي هلال في تصال آخر سلام عليكم أخوي متصل سلام عليكم أخوي إبراهيم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صبح كلب النور بحياتي الفضلة الشيخ المطرور الله خير عند الحديث الشيخ نزاك الله فيك إذاك الله خير أخوي إبراهيم أحذرته في الله إن شاء الله الله يبارك أنا كنت عايز أضيف معلومة كذا صغيرة طبعا لا يفتأ والشيخ موجود طبعا بالنسبة للخبير اللي هو الزيادة في العلم وطبعا ما يفيد في القرآن الكريم من كثير من القصص عن العليم والخبير دايما الخبير مقترم بالعليم والحكيم فربنا سبحانه وتعالى من أعلم سيدنا محمد عليه صلى الله عليه وسلم بالقرآن من أعلم سيدنا يوسف بالرؤية وهو في السجن دعونا من أعلم من أعلم سيدنا سليمان دايما الفضيلة الشيخ بالحديث مع الثيور والجن سبحان الله إحنا عندنا مثلا في حياتنا العادية نكون في المحكمة في قضية معينة ولا يعرف يفتي فيها القاضي بيحولها الخبير وفضيلة الشيخ يعلم هذا الكلام في مصر الخبير هي زيادة في العالم زي مع صديرة الشيخ فعندنا في الكثص كتير جدا صحيح في القرآن الكريم ما يفيد بأن الله سبحانه وتعالى هو عنده علم اليقين وعلم الخبر اليقين بارك بارك لفيك أخو إبراهيم ويعطيك العافية على هذا التواصل أكيد معنا أيضا مشاركة أخرى وتواصل واتصال على 601 221 ومعنا أختنا مباركة حياتي الله أختي السلام عليكم أو طالبة طيب نحن أكيد يعني نتمنى إن شاء الله يكون الأخوان يعني جاهزين معنا يعني وأتوقع يمكن هذه طالبة مباركة وحابة تشارك معنا لكن إن شاء الله تشاركين مرة ثانية ويعطيك العافية على هذا التواصل شيخ سؤال أخونا محمد أو استفساره يعني حديث عن يعني ما يحدث في القضاء مثلا من جلب خبير وغيره في القضية نعم هو القاضي القاضي لا يعرف كل شؤون الحياة القاضي له أن يحكم وأن يكون حكمه عدلا بما يرتضيه بما يسمعه وبما يكون من أدلة واضحة أمامه صحيح لا بد من السادة المستمعين أن نفرق بين الأسماء الخبير لما يجي بالقاضي مثلا مثلا يعني نعم في قضية قضية التعليم أو قضية الصحة لما يجي واحد يخد إبرومات مثلا يعني نسأل الله العافية نعم القاضي ليس طبيبا حتى يعرف تأثير الإبرة دي صحيح على الجسم علىه فيطلب خبير من وزارة الصحة فيبيل القاضي الخبير ده يكشف بواطن الأمور في الإبرة كيف تفاعلت مع الجسم لكن هذا الخبير لا يحكم إنما هو يصور الشيء ويظهر بواطن الأشياء التي لا يعرفها القاضي صحيح فيأخذ هذا القاضي صورة الأشياء بعد أن اتضحت ويضعها في ملف القضية ويحكم بها حتى إن الحكم من الإمكان أن يكون حكم عدل أو حكم ظلم ولكن ييجي يقول لك لذلك ربنا يقول الخبير من أسمائه الذي يكشف بواطن الأمور دون أن يحكم على الأشياء ثم اسم الحكم بعد هو يحكم على هذه الأشياء التي تتضح ثم اسم العدل الذي ينفي الجهالة والظلم الذي ينفي الظلم عن الحكم ثم ثم المنتقم الذي يجازي على هذا ما هو أصلي الأسماء كلها متكاملة في ذات واحدة نعم مش كده ولا إيه نعم ولكن إحنا عندنا في البشر عندنا في البشر سلطة قضائية سلطة تنفيذية سلطة تشريعية مختلفة الله تبارك وتعالى كل هذه السلطات نعم لكن الخبير اسم الخبير يكشف بواطن الأشياء اسم الحكم يحكم على الأشياء التي ظهرت من بواطنها نعم هذا يمكن كلام أخونا براكان اسم العدل اسم العدل اسم العدل هو الذي ينفي الظلم عنه اسم الفتاح عقوبة أو جزاء اسم المنتقم عقوبة أو جزاء نعم إذن هذه الأسماء لذات واحدة نعم وهي لله تبارك وتعالى وهذا اللي يرسله يعني إذا الله خير أخونا براكان يقول يعني أتمنى من شيخنا الفاضل أنه لجميع المستمعين يعني عدم هجر باقي أسماء الله الحسنة نعم في دعائهم لله سبحانه وتعالى نعم نحن لا بد أن نفهم فلسفة الأسماء الحسنة نعم فلسفة الأسماء الحسنة يا شيخ خلال بارك الله فيك سادة المستمعين أن لا يغني اسم عن اسم لا يغني زي ما قلت الحضرتك الخبير يكشف بواطن الأشياء ولا يحكم على الأشياء نعم الحكم هو الذي يحكم على الأشياء ولا يكون حكم الله ظلما وإنما اسم العدل أن يكون الحكم بإيه عادل في حقيقة أمره لأنه ممكن القاضي يحكم بالأدلة الموجودة والأدلة مزورة نعم ممكن كده وقاله إيه يا ما في السجن مظليم نعم مش كده قال ليه قال لقصور علم البشر القاضي بيحكم بالأدلة التي أمامه مش كده نعم وبضميره من الإمكان يجي واحد محامي عفريت من عفريت الإنس نعم من الإمكان أنه يضحك على القاضي أو مش يضحك يعني يقدم أشياء من الإمكان يخلي القاضي إيه يعني يحكمه بغير العدل نعم في حقيقة أمره لكن العدل سبحانه العدل سبحانه هو الذي كشفت له بواطن الأمور فيحكم وإيه الأشياء على حقيقتها نعم وثم بعد ذلك من أسماء بقى الفتاح والمنتقم والواه هذه إيه هذه أسماء لتجازي نعم لتجازي المحسن وتجازي أيضا المسيء نعم من أجل ذلك لابد أن نفهم أن أسماء الله عز وجل يخدم بعضها بعضا ليبين معنى كلمة الله الجامع لكل هذه الأسماء والصفات العولى يبقى كل الأسماء تخدم ذات واحدة وهي الله وعلى ذلك لابد أن نتسخي سلطة شريعية سلطة تنفيذية سلطة قضائية سلطة تنفيذية هذه كلها في أسماء الله تبارك وتعالى طب ليه إحنا من كج سلطة تشريعية وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية في واحد لك لا نستطيع أن نفعل ذلك وتلك مفارقة بين خبرة الله عز وجل وخبرة البشر لأنه لا يستطيع بشر أن يأخذ كل هذه الأشياء ولا يتحملها إذن صلى الله عليه وسلم وأكثر من ذلك الذكر فيه لا حول ولا قوة إلا بالله الأمر الرابع أنت في طريق الترقي يا حمدان أنت في طريق الترقي طريق الترقي مقامات يا بني أنت الآن في مقام يمتحنك الله عز وجل فيه وهو مقام شديد في عملية الشك أو عملية الظن فإذا صبرت على ذلك ترقيت إلى الإطمئنان القلب بالله عز وجل وقبلك كنا حتى مكثنا أكثر من سمان شهور متعبين ولكن الله تبارك وتعالى جعل هذا مقاما ثم جاء بعد هذا التعب إطمئنانا ويعني أظن أن الله لو زحزح الجبال ما زحزح إيماننا عنه سبحانه وتعالى فأنت على الضرب ولا تخف وإذن يعني كفى بكلام فضلة الشيخ سمير نصيحة لك يا أخوي حمدان واتبع إن شاء الله نصيحة اللي صحكيها والله يوفق وليكن له ورد في القرآن كل حتى ولو ربح نعم جميل جميل نتواصل أيضا مستمعنا الكرام مع اتصالاتكم على 601-2-2-1 وما أدري معنا اتصال خوي بصفوان طيب انقطع الاتصال إذن يعني مستمعنا الكرام نواصل إذن معك شيخ سمير قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير يعني قال أحد العلماء شيخ أن من معاني اسم الخبير بمعنى مخبر أولا أن الله متكلم والقرآن كلامه وأنه هو العالم بكل شيء وأيضا قيل الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماية ليتشيخ توضح لنا هذه المعاني أيضا بشيء من التفصيل شوف حينما تقرأ كل الآيات التي تحدثت عن قول سبحانه الخبير تجد أن فيه أمرين أمر ظاهر وأمر باطل لا يعلمه إلا هو يعني حينما امسك آيات الخبير كلها التي ذكرت في القرآن ترى أن الله تبارك وتعالى يتكلم فيها عن أمرين أمر ظاهر مكشوف للناس وأمر باطل لا يعلمه إلا الخبير ولذلك يجعل الله في عجز هذه الآية يعني في آخر هذه الآية كلمة الخبير تعالى شوف قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون الخبير يبقى هنا إنفاق ظاهر وإنفاق مخفي مش كده ولا إيه؟ صحيح فإنفاق الظاهر معروف طب والمخفي قال يعلمه ربنا الخبير ولذلك يقول لهم فظهور الصدقة أو إخفاءها مش كده أمرين ظاهر وخافي الظاهر من الإمكان أن الناس تراه صحيح ولكن الخفي من الذي يراه الله تبارك وتعالى وعلى ذلك يعلم خائنة الأعين وما تخفي وما تخفي الصدور في سورة آل عمران قال وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرُهِ خَيْرًا لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شوف يبخلون هم يحسبون أن البخل خيرا لهم ولكن في حقيقة الأمر سيطوقون به يوم القيام ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير يبقى هم يظنون شيئا وواقعهم الحقيقي شيئا آخر ولا يعرف ذلك إلا من الخبير ما قالش العليم والله بما تعملون عليم لا قال بما تعملون ليه قال لأن هناك شيء يخفى على هؤلاء الناس ليه لأنهم بخل ويظنون أن البخل هو خير لهم مش كده ولا ليه ولكن هذا البخل سيطوقون به انظر إلى النساء قال سبحانه وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما يعني الزوجين فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا شوف بخطب إيه بخطب القلبه لأن الإرادة من القلب ولا يعلم القلب إلا مين إلا الله إلا الخبير قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما يوفق قال لك إيه إن الله كان عليما خبيرا عليما لأنه سيأتي الناس ويقولوا إحنا مصلحين مش كده ولا ليه ولكن ممكن يأتي وهو يريد أن يفرق بين هذين الزوجين مش كده ولا ليه ولكن في علمه الداخلي وإراده الداخلية ربنا هو خبير به في أنه يريد أن يفرق أو يريد ولذلك لما ذهب المصلحون اتنين لما أرسله سيدنا عمر بن الخطاب في أن يصلح بين الرجل وامرأته رجعوا إلى سيدنا عمر وقالوا لا إحنا ما فيش صلح بينهم ضربهم عمر بالضرة ليه؟ قال الله إن يريد إصلاحه يوفق الله بينهما يبقى أنتوا ما أردتوش الإصلاح شوف الله فارجعوا فارجعوا وأصلحوا نياتكم في أن تصلحوا بين هذين وذهبوا وأصلحوا نياتهم فحدث الصلح بين الإيه ليه؟ قال الله عز وجل هذا وكأنه جعله أمرا شرعيا قال حتى قريب من الأمر الكريم يريد إصلاحه يوفق الله بينهما إذن كل آيات الخبير التي ذكرت في القرآن يذكر فيها شيء مخفي علم وزيادة ولذلك ترى بقى هنا في سورة التحريم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى زينب بنت جحش فيما رواه الإمام البخاري فزينب بنت جحش كانت دائما تعطي النبي صلى الله عليه وسلم عسلا يشربه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العسل فغارت مين؟ غارت أمنا السيدة عائشة والسيدة حفصة من زينب بنت جحش لأن زينب بنت جحش يعني كانت تنافسهما على سيدنا رسول الله كان فيها من الجمال وفيها من الرقة وفيها من المعاملة الحسنة لسيدنا رسول الله من اللي غاريت؟ السيدة عائشة والسيدة حفصة فاتفقوا الاثنين على أنها إذا جاءها الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء من عند زينب فتقول له لقد رائحة فمك يعني مش حلوة يعني والسيدة حفصة برضك لو جاء لها الرسول تقول اتفقت عائشة وحفصته على النبي صلى الله عليه وسلم على مين؟ على زينب بنت جحش عشان يعني غيرة النساء في أمهات المؤمنين فما بال النساء في هذه الأيام يا سيدي الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى السيدة عائشة وقالت إني أرى من رحة أنت أكلت مغافير يعني تعمل أكل كده تعمل رحة قال لا والله ولكني شربت عند زينب عسلا شوف النبي ورائت سيدنا رسول الله قال والله إلا كده شربت عند زينب عسلا ولكن لا أشربه مرة أخرى وقال لزوجته فلا تحدث أحدا بهذا فأنزل الله تبارك وتعالى لسيدنا رسول الله قال يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله وهو العليم والله غفور رحيم لا تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله تاحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم ولكن لما جه وعرف مش عايزين نقول المؤامر التي حدثت بين الغيرة التي حدثت بين أم المؤمنين وأم المؤمنين وأم المؤمنين أيضا لما حدثت هذه الله تبارك وتعالى نبأ النبي به لما نبأ النبي صلى الله عليه وسلم به الله نبأه بباطن الأمر نبأه بما حدث بين عائشة وبين حفصة فيما لا يراه النبي علما شفت كيف ولذلك قال الله تبارك وتعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض قالت من نبأك هذا من أنبأك هذا قالت قال إيه نبأني قالت من أنبأك هذا قال إيه نبأني العليم الله طب ليه جمع العليم والخبير نشوف كيف وهو أمر قد ظهر في أنه قال حرمت العسل أنا مشاكل العسل لأنه بيعمل تنبس صلى الله عليه وسلم رائحة فمه أفضل من المسك تنبس صلى الله عليه وسلم من القمر وأنا أقول لأخي الذي قال أن يوسف أعلم من النبي سيدنا يوسف أعلم من النبي في تفسير الرؤى أقول لا النبي صلى الله عليه وسلم أعلم من سيدنا يوسف في تفسير الرؤى والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أفضل من كل الأنبياء في هذه العلوم كلها فلما تيجي وتقوله رحتك مش حلوة بقك يعني فمك رحته مش عظيمة جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم ده رسول الله الذي قال الله تبارك وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتابه مبين كيف يكون هذا النور الذي ينزل عليه النور الذي يأتي جبريل وهو نور فهو نور على نور نور خلقه الله تبارك وتعالى ونور الوحي القرآن الذي ينزل عليه ونور جبريل الذي ينزل عليه وكل هذا من نور السباوات والأرض فالنبي صلى الله عليه وسلم نور على نور حينما يقول رحت فم يعني تؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو قيلا لأحد مننا هذا تؤثر فيه لكن فيه شيء ظاهر وفيه شيء باطن الباطن هو ما اتفقت عليه السيدة عائشة والسيدة حافظة من الذي أخبر الله به من الذي أخبر النبي به الله ولذلك قال نبأني العليم ولم يكتفي ويقود نبأني العليم بس ليه؟ قال لأن في الأمر باطن لا يستطيع أحد أن يخبر به إلا من؟ إلا الله تبارك وتعالى ولذلك يقول لك الخبير هو العلم بإيه؟ ببواطن الأمور مش بظواهر الأمور ما شكرا؟ قد فرقنا بين الأشياء إذن كل آية من آيات الخبير التي تنتهي بالخبير فيها أمران أمر ظاهر وأمر باطن والعلم ببواطن الأمور هي الخبرة ولذلك ترى كثير يقول لك إيه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا مش عليمة مش بصيرة مش سميعة خبيرة ليه؟ قال لأن بعض الذنوب من الإمكان أن يخفيها العبد عن أي أحد ولا يستطيع أحد أن يكشفها لكن من الذي يكشفها؟ الخبير سبحانه الذي يعلم ببواطن الأمور ولذلك ترى جمال القرآن حينما يقول عن الخبرة يقول لك إيه؟ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب في الحقيقة يبقى أنت ترى رؤية وهناك بواطن الأمور ترى رؤية أخرى وعلى ذلك الله يقول إنه خبير بما تفعلون فكل آيات الخبير ترى أن شيئا ظاهرا وشيئا باطنا ولذلك لا يدرك هذا الشيء إلا من ولا يدركه البشر ولذلك يقول الحق إن هذه الأشياء كلها ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء وإنه بعباده خبير بصير نعم شكرا الله خير شيخ سمير مستمعين الكرام أكيد الحديث لا زال مستمر في شرح هذا الاسم المبارك هذا الاسم العظيم اسم الله الخبير ونحن من خلال حلقة هذا اليوم الشيخ سمير يمكن يركز على التفريق والفرق بين العلم والخبرة والعليم والخبير إن شاء الله يتضح المعنى في نهاية هذه الحلقة بإذن الله تعالى خلونا مستمعين نتوقف مع فقرة الصحة نعود بعدها للحديث عن هذا الاسم المبارك وإن شاء الله تعالى نواصل فخلكم معنا مستمعين وصباحكم نور صباحك يوم ضاوي وبعوان الله جماله أمع الطارب نسكو ريحا وبذكر الله عنوانه صباحا لور هذا البرنامج شيخ قد يعمل أحدنا عملا لا يشك أحد من الخلق إلا أنه عمل طيب ولكن النية ليست كذلك ومن الممكن أن تكون نيته صادقة في عمله ولذلك نقول أحيانا عن شخص يعمل عملا ظاهره فيه الخير أحسبه صالحا ولا أزكي على الله أحد والله سبحانه وتعالى يقول والله بما تعملون خبير والله سبحانه وتعالى خبير ببواعث كل إنسان كيف يمكننا شيخي الاستفادة والاقتراب أكثر من معنى اسم الله الخبير من خلال ما ذكرنا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم هذا أيضا فرق بين خبرة الإنسان وخبرة الله وخبرة الله تبارك وتعالى لأن الله يعلم أو خبير بخبايا النفوس ولكننا ولكننا لسنا خبراء بخفايا النفوس بمعنى وهذه قاعدة مهمة جدا في التعامل مع الناس التعامل مع الناس جعله الله تبارك وتعالى على ظواهر الأمور ولذلك العلماء يقولون العلماء يقولون هناك ما عند الله يفرقون في بين ما عند الله وما عند الناس ما عند الناس ما عند الناس الإنسان ظاهر وباطل ظاهر وباطل ما عند الناس هو الظاهر ولذلك أناط الله أو جعل الله تبارك وتعالى محاسبة البشر على ظواهر الأمور بينهم البعض يعني مثلا حينما يأتي القاضي ويأتي إليه أي واحد يقول إن هذا قتل مثلا يعني والمحامي يقدم أوراق بأن هذا لم يقتل مثلا يعني وبعدين القاضي يحكم على هذه الأوراق بأنه لم يقتل وهو مش يقول له براء وهو في حقيقة الأمر قاتل وهو في حقيقة الأمر قاتل لكن ليس للقاضي أن يحكم بإيه بإلا بأدلة لموجودة يبقى يحكم بإيه بظواهر الأشياء ولا بد هذا ما ظهر له هذا ما ظهر له ليه لأنه لو لم نحكم على ظواهر الأشياء كان هناك فساد عظيم ولذلك قاعدة تقول إن علينا أن نحكم على الظواهر والله يتولى السرائر إذن لسنا حكاما على ما في قلوب الناس ولذلك بعض الناس يقول لك إنت نيتك كذا 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 من الذي أدراك والنية عمل القلب والقلب لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى حتى ولو عملت عملا مخالفا لنيتك فإني أقول لك أني أحاسبك على الظاهر ليه لأني لا أعلم إلا الظاهر أما الله تبارك وتعالى فيعلم هذا يتضع فيه رجل مثلا ملحد لا يؤمن بالله عز وجل أمام البشر أنه صالح وأنه زي مين بلاش عشر من عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة كان يبطن الكفر وكان يصغر لكن النبي صلى الله عليه وسلم عامله بإيه عامله بالظاهر ومع أن النبي قد علم أن هذا كافر وأن هذا لم يؤمن بالله عز وجل إذن لماذا؟ لماذا؟ لأن لو أنا جئت الآن يا شيخ خلال وقلت لك أنا أسبح بيه هم تقول لي لا أنت ما بتسبحش دانتانييتك كذا 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 ودروح وإنت لك مثلا في القضاء ناس تعرفهم إلحق الشيخ بيعمل كذا بالنية بالنية ياخدوني أو أني مثلا يعني يعني لو تركنا كل إنسان يحكم على باطن الإنسان لأصبحت غابة صحيح ولذلك خلي بالك كثير من الناس يأخذوا حادثة الخضر مع موسى عليه السلام بإيه؟ بالحكم عن الأشياء فيما قال الخضر لموسى نقول لا هذه خصية للخضر ومن الإمكان أن يكشف الله لبعض خلقه بعض بواطن الأمور لكن لا يحكم بها أيضا على الناس لأنه لو حكم على الناس تبقى مشكلة كبيرة ليه؟ قال لأن الله أمرنا أن نطيع الظواهر فقط لأننا لا نستطيع وليس عندنا آلة تعلم بواطن الأمور ولا نيات الخلق هذا ما حدث عند رسول صحيح نعم وهذا ما حدث على مين؟ أتريد أن يحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه؟ أصحابه هو مش صاحبه في حقيقة الأمر من الصحبه ده كافر ولكن للناس إيه؟ يقولوا ده محمد بيقتل أصحابه وهو الناس ما يعرفوش النية إيه؟ نعم وصلى عليه ولذلك يقول لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله طب بعد بيان الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لكن من المنافق؟ صلى النبي عليه وقالوا نقتله يا رسول الله أتريد أن يحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه؟ إذن نحن مأمورون بأن نأخذ بظواهر الأشياء ما تجيش تقول لي نيتك إيه في كذا أبدا وكثير من الناس يعني يبحثوا عن يبحثوا عن أن يقولك أصلك ابنيته كذا ونيته أنت مالك يا عم ابنيته نحن لسنا قضاطا على أحد نعم وإنما نحن دعاة للناس نحن لا نحكم على أحد بنياته وإنما نحن إيه؟ نحن نبلغ دين الله ولنا زواهر الأشياء واحد يقول سبحان الله وهو كافر في باطن الأمر أنا أقول سبحانه ولذلك لما جاء سيدنا أسامة بن زيد أظن سيدنا أسامة بن زيد وقال الرجل الكافر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقتله أسام لما قتله قال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فقال إنه كان يقولها تقية قال أشققت عن قلبه أنت مالك أنت مدام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أصبح مسلما يبقى عصى مدامه منك فلا تقول لأن ده كان بيقول تقية ده كان بيقولها خوف ده كان بيقولها كده أنت ملكش دعوة ليه؟ لأنه ليس لك الآلة التي تحكم على القلوب وإنما لك الآلة التي تحكم على الظواهر نعم ولذلك سيدنا يقول لها وديدت أن لا أسلم قبل هذا اليوم لأن النبي قال له قاعد يقول له كده أشققت عن قلبي أشققت عن قلبي؟ ليه؟ لو ترك الله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر للناس لقد تل الناس بعضهم بعضاً وأصبحت فساد في الأرض أنت نيتك أنت تشتم لا نيتك كذا لا نيتك كذا وتلك هي الفرق بين هذا الفرق بين الله بخبرته ولذلك أنزل الله تبارك تعالى سورة تسمى سورة المنافقين وإد علامة للمنافقين ولا تعرف أنهم في لحن القول ولا كذا ولا كذا لكن ليه؟ قال لأن الإنسان لا يعرف بواطن الأمور أن لو كان خبيراً بهذه الأشياء ما أنزل الله سورة المنافقين ليدل الناس على بعض أفعال المنافقين إذن لا بد أن نفهم أننا لسنا قضاطاً على أحد الأمر الثاني أننا نحكم بظواهر الأشياء الأمر الثالث حتى ولو خالف في حقيقة الأمر فإننا لا نعرف حقائق الأشياء إلا الله تبارك تعالى ربنا هو اللي يعلم من أجل ذلك لا بد أن نفهم أن الخبرة الخبرة الإلهية إذا حدثتنا بشيء فإنها تعلم ما نخفي وما نعلن حتى أن النبي لما يحدثنا بشيء من أن يكون فينا ونحن ننكر أنه ليس فينا نتهم أنفسنا ولا نتهم كلام النبي ولا نتهم القرآن ليه؟ قال لأن الله يعلم الظاهر ويعلم الباطن أما نحن فنعلم الظاهر ودي قاعدة مهمة جداً في تعامل الناس بعضهم وبعض خاصة في تلك الأيام تلك الأيام نحن لسنا قضاطاً على أحد ولسنا حكاماً على أحد وإنما ظواهر الأشياء هي التي نحكم بها لا بواطن الأشياء لأن ليس عندنا الألة التي تحكم على بواطن الأشياء ولذلك الإنسان حينما يرى أو يتعامل مع الله عز وجل من الإمكان أن يرى منعه منعاً ولكن منعه من الإمكان أن يكون في حقيقة الأمر عطاء خير له يعني فيه خير ولذلك يقول ابن عطاء الله يسكدر يقول إيه؟ ربما منعك فأعطاك وربما أعطاك فمنعك سبحانه إزاي؟ شوف الإنسان أصل هو الإنسان إيه يا سيدي؟ نعم الإنسان يعني مسكين ها؟ فإذا تعامل مع الله لابد أن يعني يعني يتصف ويتأدب بأدب العبودية لا شوف شوف يقوله إيه؟ ربما أعطاك فمنعك يعني في العطاء منع وحرمان وفي المنع وربما منعك فأعطاك طب إزاي؟ قال لك قال لك ربما أعطاك ما تشتهيه نفسك تشتهيه نفسك بقى معروف ألا نعم وبعدين فمنعك بذلك حضرة القدوس حضرة القدس عن الجنة قدس عن الطهارة نعم ولا يدخل الطهارة الجنة إلا من كان طاهرا يسا الله ولذلك إحنا قلنا الابتلاءات عشان نطاهر وقال لك إيه؟ قال ربما أعطاك قوت الأشباح الجسم يعني فتح لك من الأموال ولكن منعك قوت الأرواح وربما أعطاك جمال الأرواح قوت الأرواح ومنعك إيه؟ قوت الأشباح يعني جعلك غنيا في المعاني في الأرواح وجعلك فقيرا في المادة جعلك غنيا في العلم وجعلك فقيرا في الماد ولذلك يقول لك الشفعي رحمه الله يقول ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب اللبيب العالم بؤسه ما عندوش وطيب وعيش الأحمق ممكن تجد واحد كده ولذلك هنا يقول لك إنما يؤلمك المنع لما تلاقي واحد مثلا ما بيخلفش يؤلمه طب لما يؤلمك انت فاهم عن ربك قال إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه ليه قال من الإمكان أن منعك الولد حتى لا يكن الولد وبالا عليك بعد ذلك كما قال الخضر عليه لسيدنا موسى فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقربا الله يبقى منعك ليريحك أنت ومن الإمكان أن يعطيك فيمنعك يعطيك مالا فيلهيك عن طريق الصالحين ومقامات العارفين فأنت تعيش في نائم الدنيا ولكن في حقيقة الأمر أنت محظور عليك حضرة القدس ويا الجنة في الآخرة يبقى عطاؤه منع ولا لا ومنعه عطاء ولا لا إذن لا بد أن نفهم هذه الأشياء فين في علاقتنا مع الله تبارك وتعالى ولذلك إذا قلنا أن هناك فرقا بين خبرات الإنسان وخبرة الله تبارك وتعالى نريد أن نقول للإنسان لا بد أن تكون خبيرا خبيرا به قال خبيرا بنفسك أولا في طاعتك لله وفي معصيتك لله وبعدين خبيرا بربك خبيرا بربك فتعرف أسماءه الحسنة وصفاته العلى ثم خبيرا بالعلاقة التي بينك وضينا الله عز وجل متى يغضب عليك الله ومتى يفرح بك الله متى يعطيك فيمنعك ومتى يمنعك فيعطيك ما هي العلاقة التي بينك وبين الله هل أنت عبد معصية أم عبد طاعة هل أنت من الذين يريدهم الله له ولا يريد قلبك أن ينشغل بأحد سواه هل أنت من أهل الأسباب أم من أهل التجريد ماذا تفعل وما هي علاقتك مع البشر وكم نسبة العلاقة مع الكون وكم نسبة العلاقة مع الله وكم نسبة العلاقة مع النفس وكم نسبة العلاقة من الإمكان أن من الإمكان أن يشغلك تشغلك الأكوان عن المكون ومن الإمكان أن يشغلك المكون وعن الأكوان ومن الإمكان أن لا يشغلك المكون عن الأكوان ولا الأكوان عن المكون وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم تان الوقت لا زال فيه متسع يقول لك بعض الناس لابد أن يكون خبير يتضح المعنى مش تماما أوي لكن ماشي الحال نقول بعض الناس حينما ينظروا إلى الأكوان يغيبوا عن المكون ازاي من الإمكان أن ترى أن ترى إحسان الناس إليك ولا ترى الإحسان الحقيقي من الله عز وجل يعني ترى ما يمد يده إليك بالإحسان ولا ترى خلف ذلك من الذي يمد هذا حتى يمدك بالإحسان فتنشغل بالخلق عن مين الخالق والمرزق عن مين عن الرازق وهذا ضعف حتى إذا كان اعتقادا كان شركة وإذا كان يعني أنه يعني كان فيه برضا خلق ولكن من الناس من ينشغل بالمكون عن الأكوان فيغيب عقله فلما يغيب عقله ما يشعرش بالناس ولا يشتغل ولا يعمل كذا ويمشي هائما في الدنيا لكن هل هذا كمال لا ليس كمال ليه قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشغله المكون عن الأكوان وما كانت تشغله الأكوان عن المكون إزاي كان النبي صلى الله عليه وسلم خطف لي مع أنه مع المكون إلا أنه يسرع في صلاته لخوف أن تنشغل أمه عليه الأكوان يعني يعني الخلق نعم والمكون هو الله تبارك وتعالى ولذلك لا بد أن يمشي الداعي ليه ليه مثلا أبو بكر سيدنا أبو بكر ما كان ما كان مثل الذين يعني يمشون هائمين على أنفسهم وكان خليفة المسلمين مع المكون ومع الأكوان ليه لأن أبو بكر كان أرق قلوب بني الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قرأ أبو بكر القرآن ما تستطيع أن تميز القرآن من بكاء سيدنا أبو بكر رضي الله ليه لأن قلب قلب طائر ولكن مع رقة قلب أبي بكر ما كان يغيب عن الأكوان إذ كان الخلق يعني وإنما يعطي كل ذي حق حق ويقول أقواكم عند الضعيف ضعيف أقواكم فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق من وضعيفكم هو القوي عندي حتى أخذ الحق له إذن تعامل مع الخلق ولكنه لا ينسى تعامله مع الله ليه قال لأنه يأخذ وقودا من المكون حتى يكون خليفته في الأكوان ولذلك قال ربنا عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة هذه العلاقة التي بين الإنسان وبين ربه هي التي يريد الله أن يكون الإنسان خبيرا بها ولذلك لما قال الرحمن فاسأل به خبيرة ليه اسأل به خبيرة قال الخبير يعرف مراد ربه منه ومراد ربه من الأكوان ومن الخلق ويعرف كيف يعبد الأكوان ربهم ويعرف العلاقة التي بينهم ويعرف حينما يقول الحق تبارك وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات وما قال الله قل انظروا السماوات والأرض لأنه لا يريد أن تنظر إلى الأجرام وتنساه وإنما يريد أن تنظر إلى نعم الله عز وجل فتسبحه من أجل ذلك لابد أن نفهم أن الإنسان لا بد أن يكون خبيرا في العلاقة مع الله تبارك وتعالى ويكون خبيرا بأفعاله لأن الله من الإمكان كما قلت يعطيك فيمنعك أو يمنعك فيعطيك وهذه في أسمائه الحسنة وصفاته العلا كثيرة ولو أردنا أن نستقصيه لأخذنا وقتا طويلا في ذلك إذن لا بد للإنسان أن يكون خبيرا في حياته كما أنه خبيرا فيين في خبيرا في الزرة خبيرا في الصحة خبيرا في التعليم خبيرا كذا لا بد أن يكون هناك أيضا خبيرا في المشيخة ليه خبيرا في المشيخة لأن المشيخة صلة بين الناس وبين ربهم وبين الدنيا وبين الآخرة وصلة بين ما يريده الله من القلق من أجل ذلك لا بد أيضا أن يكون الإنسان خبيرا لكن مع خبرته لا بد أن يتأدب بأداب العبودية فالعبد عبد والرب رب